فكذاك هذه الأحاديث التي جاءت تأمر بالاعتزال والهروب من الناس وأن نكون أحلاس بيوتنا بالله عليك إذا كنا أحلاساً لبيوتنا الأحلاس أتدري ما معناها الأحلاس الفراش الذي يوضع تحت الفراش يعني البسط الآن في الحياة العملية الآن حينما يوضع الكاربت الموكت على الأرض ألا يوضع تحته نوع فراش الفراش الذي يوضع تحت الكاربت تحت الموكت هو هذه الذي يقال له أحلاس إذا كنا أحلاساً في بيوتنا أولاً كيف نتعلم كيف نعرف وإذا كنا نعرف فكيف نعلم الآخر أنت بين حالة إما أنك متعلم فأنت بحاجة إلى أن تنقل علمك وإما أنك لست متعلماً فأنت بحاجة إلى أن تتعلم فكيف تنقل علمك وكيف تتعلم إذا كنا أحلاساً في بيوتنا من الذي يبين الحقائق هذه القضية قضية أيضاً مشروطة بشروط لها خصوصيات هناك ظرف زماني معين لا ينجو فيه الإنسان إلا بالفرار إلا بالاعتزال هناك أمكنة معينة لا ينجو فيها الإنسان إلا بالاعتزال هناك حالات معينة لا ينجو الإنسان إلا أن يكون من الأحلاس كما تقول الروايات لا ينجو فيها إلا النومة لكن هذا ليس بالمطلق هذه المعاني وهذه البيانات وهذه الروايات سواء الروايات التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الروايات التي قالت بالاعتزال والفرار والهروب من الناس إلى رؤوس الجبال في بعض الروايات رواية تتحدث عن الفرار والهروب إلى رؤوس الجبال الروايات التي أمرتنا بالكلام وبالحديث وبنشر الحديث وراوية من رواة أهل البيت يشدد الحديث يشدد حديثنا في قلوب شيعتنا أفضل من ألف ألف عابد سبعين ألف ألف عابد وسبعين ألف ألف عابد راوية يشدد الحديث أشد على إبليس من ألف ألف عابد من ألف عابد هذا الراوية وهذا الفقيه الذي يشدد حديث أهل البيت في قلوب شيعتهم هذا هو الذي يقف عند ثغور التشيع التي تحجز إبليس عن شيعة أهل البيت هؤلاء هم الذين يقفون عند هذه الثغور وهناك أحاديث تأمرنا بالسكوت ولا شأن لنا بالناس وإن الذي كتب الله له الهداية سيهتدي لا شأن لكم بالناس لا تحملوا حديثنا على الناس لكل وضع خصوصياته هذا الراوية الذي يشدد الحديث له ظروفه له زمانه له مكانه له أحواله وتلك البيانات في السكوت وعدم الكلام وعدم نشر فكر أهل البيت أيضا لها زمانها لها مكانها لها خصوصياتها كذاك الأمر بالمعروف كذاك أن نكون أحلاسا في بيوتنا كل هذه البيانات بيانات حق ولا تتعارض أبدا لا وجه للتعارض فيما بينها وإنما كل نوع من أنواع هذه البيانات أخذ بلحاظ معين هذا الذي تقوله الحكمة الرصينة لو للحيثيات لبطلة الحكمة كل نوع من هذه الأحاديث والبيانات لها خصوصياتها فهذا له خصوصيته وهذا له خصوصيته الآن البقاع بقاع الأرض متساوية الأزمنة متساوية الإمكانات متساوية حتى الناس لو نفترض أن أناسا يعيشون في مكان واحد شخص مثلي مثلا تتوفر له إمكانات معينة له تخصص معين بحكم تخصصي بحكم الإمكانات المتوفرة لدي إمكانات شخصية أو إمكانات مادية أو إمكانات اجتماعية شخص مثلي يجب عليه أن يتحدث لكن شخصا آخر لا يمتلك هذه الإمكانات لربما لو تحدث لأفسد هذه القضية تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الإمكانات المتوفرة باختلاف المواهب باختلاف القدرات باختلاف التخصصات باختلاف الأوضاع السياسية باختلاف القوانين التي تحكم ذلك المكان باختلاف الأمكنة والدول باختلاف المتلقي باختلاف المكان الذي أنت تعمل فيه وتتحرك فيه في أي مكان في أي زمان في أي شروط في أي ظروف لا يمكن أن نحكم على هذه الأحاديث بهذه الطريقة الشافعية الساذجة على أنها متعارضة هذه طريقة ساذجة في فهم حديث أهل البيت الأمور لا بد أن تفهم بهذه النظرة بهذه الحيثيات وبهذا الاتساع في الفهم ترجمة نانسي قنقر